زار وفد من قيادة المستشفى الميداني الأردني الخاص نابلوس واحد الحاجة آمنة محمد نمر التي عالجت جنديين أردنيين من مرتبات الجيش العربي عام 1967 وما لبثان فرق الحياة حتى قامت بدفنهما وإخفاء جثمانيهما أنذاك وبناء ضريحين بالقرب من منزلها فيها من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي زار وفد من قيادة المستشفى الميداني الأردني الخاص نابلوس واحد الحاجة آمنة محمد نمر واحد والتي عالجت في عام 67 جنديين أردنيين من مرتبات الجيش العربي وما لبثوا أن فرقوا الحياة حتى قامت بدفنهم وإخفاء جثامينهم أنذاك وبناء ضريحين بالقرب من منزلها وتبين بأن الحاجة آمنة والتي تبلغ من العمر 84 عاما بعد الاطلاع على وضعها تعاني من عدة أمراض نظرا لكبر سنها حيث قامت قيادة المستشفى بإرسال فريق طبي مختص للكشف على حالتها وإجراء العلاج الأولي اللازم لها وتما تزويدها بالمواد الطبية والمعيشية اللازمة وكرم الوفد الحاجة آمنة باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نظرا لما قامت به من الحفاظ على رفاة الشهداء الأردنيين وهم عبد الكريم جدعان العزام وشاكر عبد الجليل علوان العبادي